اهلا بيكم معنا مرة تانية فيه ايه برنامج مقتة ساعة وينزل باسم اللي بتاع بعد انا عارف يا جماعة في حاجات كده احب ان اعملها ممكن ما اتكنها يعني ماشي اشكركم ايوة كده اكتبوا البتاع على الشاشة طيب بعد افتتاح الرئيس ليها ايه هي الفائدة المنتظرة والعائد لمدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز هل احنا بس بنتكلم على سايلو فودز وارد انه لو عارفنا ان احنا هنسرق وقت مش هنسرق وقت لو عارفت ان اختصر كلامي ورغي الكتير هنقدر نتكلم على مسألة افتتاحات لمدن اقتصادية لو صح التعبير خانونا نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل السوديو دكتور محمد داغا استاذ مساعد الادارة واقتصاديات التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة قناة السويس ازاي صح كاتبنا الصحفي الكبير وستاذ رضا العراقي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس القسم الاقتصادي من ورنفان ازاي الحال انا يمكن هبدأ باليمين كمجرة العادة وعلى غير العادة دايما نتكلم الاول مع الاقتصاديين بس انا عايز اخد رأي الصحافة في مسألة افتتاحات مدن صناعية كبرى 135 فدان مدينة صناعية للصناعات الغذائية بس انا عايز اقول لحضرتك هو في البداية ان المشروع ده مشروع عبقري طب ليه عبقري لانه هو بيخاطب المعايير العالمية وبيخاطب التنافسية وبيخاطب الجودة طب هتقول لي تنافسية ازاي انا جيت حطيت مجموعة متكاملة مع بعضها عشان اخفض التكلفة وعشان ابيع بسعر كويس لان انا راجل عضو في نظام التجارة العالمية حل بشتغل على الاغراق والاحتكار دول لازم ابعد عنهم عشان خاطر اقدر انافس بمعايير منظمة التجارة العالمية وادخل السوق لان انا ما بشتغلش على المشروع النهاردة ده ليس على المدارس فقط انا بشتغل على السوق المحلي والسوق الاقليمي انا عايز اعمل تواجد بشفافية وبشكل محترم على اساس اقدر استمر في السوق واعمل تنمية مستدامة طب عشان حق الاملية دي كلها عملت ايه جبت جبت الغلة اللي هي القمح اللي هي الصوامع والمطحن اللي هيطحن للامح ومصنع المقارونا اللي هينتج لي من الدي والمخبوزات والمعجنات اللي هي والتعباء والتغليف يبقى انا عملت خمس اشياء دول هيساعدوني على خفض التكلفة النهاردة لو قلتلي النهاردة كمستثمر او اقتصادي اعمل مطحن اقولك اياسف اخسر النهاردة المطاحن حضرتك بتخسر لو انت عملت مطحن اي مستثمر النهاردة عشان يعمل مطحن لازم يعمل جنبه مصنع مكارونا لازم يعمل ليه لانه ممكن يخسر في الطحن ويكسب في المكارون ممكن يكسب في التعبئة ممكن يكسب في المعجنات المخبوزات والحلويات والكلام ده فاذا النهاردة احنا امام نموذج عبقري والقيادة السياسية هي بتشتغل على داع على اساس التنفسية والمصالح المشتركة بتعمل شغل في نوع من التنمية المستدامة والحوكمة والاشياء دي كلها بتضمن لك ان انت بتقدر تحقق تنمية اقتصادية حقيقية بشكل كبير جدا حلو طبعا استأذن قبل ما نكمل ارجع هنا بقى او اروح لدكتور محمد باغا كيف ترى هذا المشروع يعني يمكن هل اقدر اصفه بانه ده الفول فلاجد بروجيكت انه مشروع متكامل ومش هسميه مغلق على ذاته ولكن هو من اول المنتج اللي بيجيله من المزارع اللي حواليه لحد المنتج النهائي صحي كده؟ اولا مصر النهاردة بتفكر بتفكير مختلف تماما عن الماضي ويمكن حبت الرئيس السيسي هو بيفكر بها بفكرة مضمون يعني انا بعمل مشروعات هذه المشروعات ليست احتكار على صاحب المشروع فقط ولكنه مشروع بيغدب كل الاطراف الداخلة فيه بداية من كيان الدولة وتحقيق المنتج المصري وتوفيره باسعار مناسبة وحماية السوق المصري من الاحتكار ومن سياسات الاغراق وانتهاءا بتحقيق المصلحة الشخصية او الفردية من تشغيل العمالة اللي موجودة عندنا في المجتمع الحقيقة هذه المشروعات وغيرها هي نمازج مصر بتقوم بيها في فكرة التكامل بمعنى ايه؟ انا مش هخرج برا الحيز او المساحة اللي المشروع معمول فيها عندي المصنع الكبير عندي المصنع الاقل منه عندي الورشة السغيرة عندي كل الادوات والامكانيات اللي بحتاجها فيه هذا المشروع بحيث انه هو يكون فيه فكرة التكامل يعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي احنا بناخدها من برة لهذا المشروع اللي هو المدينة الصناعية سايلو فودز اللي اتفتحت النهاردة هو القمح فقط لغير انما كل ادوات الانتاج او احتياجاتي او استخداماتي من التصنيع ومن سلسلة التوريد بشكل عام موجودة داخل هذا المكان الحقيقة هذا المكان بيوفر عندي حاجتين اساسيتين الحاجة الاولى هي الحاجة العددية اللي احنا بنبص فيها لكمية الانتاج اللي ممكن تتوفر عندنا للمنتج المصري النهاردة عندنا اربع مصانع رئيسية بنتكلم على صناعة المكارونا بنتكلم على صناعة للمجبوزات بنتكلم على مصانع للتغليف والتعبئة بشكل آلي وبشكل عالمي بنتكلم على منظومة جيدة جدا بيحتاجها السوق المصري ويمكن الحقيقة النهاردة حددك سمعت عن ان في مؤتمر افريقي كبير جدا بيحصل في مصر للصناعات الغذائية في هذه الايام مصر قدامها فرص معيدة جدا للتصدير واحنا عندنا سؤئين جنبنا على طول من اكتر الاسواء العالمية استهلاك للمكارونا بالذات اللي هو السوق الليبي والسوق التونسي فحضرتك كمان يعني فيه ريادة افريقية في هذا المجال وفي هذا الاطار من خلال تحقيق او توفير هذا المنتج الحاجة التانية وهي الحاجة النوعية اللي الرئيس السيسي بيأكد عليها النهاردة في هذا المشروع لأول مرة نجد في مصر ان مشروع صناعي بيخدم على المجتمع بمعنى احنا النهاردة يمكن كان جزء من الكلام انتاجي صناعي والجزء الاخر من الحديث عن التعليم ومنظومة حماية اطفالنا وموضوع التغذية في المدارس المختلفة لأول مرة نشوف مصنع مصري يطلع منتجات تواكب التطور الصحي للطالب او اطفالنا او اولادنا في المدارس يعني احنا الخريطة التنموية المصرية المحافظة الفلانية فيها مثلا نسبة الانيميا اللي هي فقر الدم عند الطلبة عالية فالمصنع ده التغذية المدرسية اللي هتطلع لهذه المحافظة او هتطلع لهذه المنطقة فيها المكونات الغذائية اللي تعالج الانيميا او تعالج فقر الدم المنطقة الفلانية فيها مثلا نسبة الاطفال اللي عندهم سمنة او الطلاب اللي عندهم سمنة سمنة عالية المصنع هيوجه التغذية المدرسية اللي هتخرج من هذا المصنع ان هي مكونات الانتاج الداخلة في التغذية المدرسية تعالج السمنة فحضرتك بتتحدث على تطوير حقيقي وفعلي للعنصر البشري المصري وده اللي بنطلق عليك رجال إدارة أو رجال الاقتصاد جودة المورد البشري المصري إزاي ترفع به ويمكن دي مبادرة قيمة جدا هتجي في شهر عشر اللي جاي اللي هي تنمية الأسرة المصرية إحنا النهاردة يا جماعة بنحاول أن نخرج للجمهورة الجديدة ولما نأكد على هذا التعبير أو هذا المفهوم فهو مفهوم كبير ومتسع جدا واللي بقول لحضرتك عن المجتمعات علشان نحكم عليها أنها متقدمة أو للسنامية أنها بتخرج من فكرة التفكير العددي إحنا عندنا كم ألف مدرسة وعندنا كم مليون طالب وعنده ولكن المنتج النهائي شكله إيه؟ بغض النظر عن جودة والنهاردة لا إحنا بنتحدث عن الجودة جودة المنتجات اللي بتدخل بطنة جودة العمليات التعليمية جودة الصناعة جودة المصانع وإن المصانع دي بقى فيها تعميق للمنتج المحلي يبقى تقدير كيفي مش تقدير كام الكنين أنا بركز على الكم أن أنا بوفر المنتج وكمان بركز على النوعية اللي بيها يكون عندي في يوم من الأيام براند مصري أقدر أقول للعالم أنا كمصر بنتك سلعة مميزة وبنتك سلعة فعلا العالم ممكن يتهافت عليها في يوم من الأيام حلو خالص أنا سأزل حضراتكو هروح فاصل وارجع بعض الفاصل نكمل الكلام لو سمحتوا انتظرونا أهلا بحضراتكم مرة تانية في برنامجيكم برافو التاسع على طول طيب خلونا نجد الترحيب مرة تانية بكاتل من الصحفي الكبيري أستاذ رضا عراقي والدكتور محمد باغا أستاذ الاقتصاد وإدارة التمويل وهنا هرجع مرة تانية لأستاذ رضا أنا النهار دا لما بيجي بعمل مدينة بهذا الحال ويمكن أستاذ محمد كان بيتكلم على مسألة المسألة مش بس استهداف الوجبات المدرسية وحياتك برضو تكلمت على ده لكن احنا تكلمنا على مسألة التصدير هذه المدينة الصناعية أنا مش بتكلم بقى على مصنع مكارونا ومصنع بسكويت ومصنع مخبوزات أنا بتكلم على مدينة صناعية ودي أول مرة يبقى فيه عندنا حاجة اسمها مدينة للصناعات الغذائية طيب أنا عايز أصدر أنا باستهدف السوق الإفريقي بالزبط حلو قوي ده معناه أننا هيبقى فيه عندي سياسات تسوقية للسوق الإفريقي وعندي سياسات تسوقية أيضا للسوق المحلي مش بس الوجبات المدرسية صحح إلا أنا غلطة هو بالزبط هو النهاردة زي ما قلت لحضرتك في البداية إن إحنا بنستهدف السوق المحلي ما أنت حضرتك لما تتوسع في السوق المحلي بترشد الوردات يعني أنت بتحل محل سلعة هتيجي مستوردة أنا ببيعها محلي بس إيه؟ المعيار هو التنفسية سعرا وجودة طبعا النهاردة مصر بتنتجي كويس جدا ومنتجاتها رائعة وأنا سفرت أكتر من 49 دولة وشايف ده على الطبيعة المشكلة اللي إحنا بنعالجها السعر ده اللي بينقوسك سنة وده النهاردة بالفكر الكهد السياسية اللي بتعمله ده بتخفض التكلفة عشان تقدر تعملك سعر تنفسك حيو وده برضو في الرويكي مدينة الجلود في الأساس في دوميات فده فكر الدولة بتتجه لديه خلال السبع سنوات الماضية ديها على أساس تعظم الكيمة المضافة وتعمل تعميق تصنيق محلي وتعمل كيمة مضافة على خاماتك وصرواتك الطبيعية أنت النهاردة حضرتك كنت بتصدر الأول الخامة بتاعتك في صورتها البداية البلوك بتجيبه للرخام تصدره زي ما هو بملالين أنت النهاردة بتعمل عليك كيمة مضافة وبتبيعه بشكل كيمة مضافة بأسعار أضعاف أضعاف اللي بيحسب فإحنا النهاردة بنستهدف أن المدن الصناعية النموذجية زي مدينة الغذائية الصناعية دي بتستهدف التنافسية وبتستهدف التوسع في الإنتاج وبتعمل نوع من السيطرة السيطرة إزاي؟ أن الدولة بتتدخل في الوقت المناسب تكون في مضاربة في احتقار في ممارسات ضرة في أي حاجة تخش ودى المطلوب فلا هزبط السعر عن طريق توفير منتج جيد بسعر محترى وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والرئيس أكد على ده كويس جدا قال إحنا بنتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الخاص ده بيكود التنمية والرئيس سياسته كمان زي ما حضرتك المصالح المشتركة هو نجح في إفريقيا للمصالح المشتركة فهو دايما بيسعى للمصالح المشتركة على أساس أنه يعمل لكل فرض وشريحة في المجتمع لها دور فالمدن الصناعية اللي هي متخصصة حاليا هي بتخاطب الفكر ده والرؤية دي وده النتيجة أن إحنا هنقدر نعبر الأسواق ونخترك أسواق غير تقليدية لأن إحنا بنفكر بأفكار خارج الصندوق زي ما حضرتك شاف وده فكر وانت حضرتك شفت في تعويم الجنيه إحنا دخلنا ملفات كنا دايما يقول لك تعويم الجنيه ده عمل صار وهائلة لحضرتك في النقد الأجنبي وفائد يعني عمل لك أشياء حضرتك كسير تخيل مثلا قبل تعويم الجنيه ده كان الدولار بتمانية جنيه تمانية وتمانين قرش وفي السوداء بتمانتاشر جنيه نحن تعوين على ثلاثتاشر خمسة وعشرين وفضل يحصل صعود لحد رصد 19 جنيه يا فندم ده كان الرجل المزارع الفلاح في تاجر في الدولار طب هنا هرجع دكتور محمد بيها احنا كان دايما أو على الأقل من وجهة نظري ساعات كتير كنت أشوف منتج مصري هو فعلا حلو مش وحش خالص وجودته جاء محترمة جدا وما تقلش في بعض المنتجات عن المنتجات الأوروبية اللي هي يعني top notch بتاع المنتجات بس كان العيب الرئيسي ان انا أشوف المنتج المصري معمول له تغليف سيء ومهين باكنج يقفلني أشوف الغلاف بتاع الشوكولتاية معناها حلوة بس الغلاف يقفل اللي أنا خدت بالي منه في المشروع بتاع النهاردة لأنني لقيت مثلا عبوات الماكرونة شكلها حلو لقيت مثلا عبوات الباكسكويت شكلها حلو شكلها عامل زي المنتجات الأوروبية اللي معمولة للترويق في المنطقة العربية وهي مكتوب عليها بالعربي والديزاين بتاعها لطيف وما إلى ذلك أنا هنا بقى ييجي سؤالي هل احنا بدأنا التفكير بشكل مختلف اللي هو مش بس جودة المنتج الأساسي شكله التسويقي وتغليفه وتعبئته وبالتالي الطرق المختلفة لترويجه أنا واضح أن احنا بنشتغل بشكل كثير الاختلاف عما سبق ما تيجي نقول كلمة دايما أن الرئيس بيرددها بقينا نحترم المستهلك بقينا نحترم المواطن بقينا النهاردة بنفكر في علم منسي اسمه علم التسويق يعني ممكن الحاجة تبقى وحشة بس حضرتك تحط لها سياسات تسويقية تبهر الدنيا كلها بيها واتبيع بيها بتحسد دور على ده في مؤسساتك مؤسساتك بتتعامل ازاي مع المواطن اللي بتقضي للخدمة بشكل محترم بشكل أدمي تسويق لو في قانون أو في سياسات حكومية بيتم تسويقها للناس هل بيتم تسويقها بشكل يجعل هناك قبول مجتمعي لهذه السياسة أو هذا القانون ده تسويق دور على المنتجات من حوالينا مصر عايزة تنجح في تصدير المنتجات اللي بتطلع من المدن الصناعية المتكاملة الجديدة عندنا نموذج النهاردة في مدينة السادات المدينة الصناعية عندنا في مرغم مدينة البلاستيك عندنا في المينيان مدينة الناس جاية عندنا في العين السخنة مدينة الرخام عندنا في الروبيكي مدينة الجلود دور على كده في كل ربوع مصر ده أنا سعيد جدا باللي بحصل النهاردة لسبب واحد يا أستاذ يوسف الناس مش واخدة بالها منه إن احنا النهاردة بنعمل ماركتنج تسويق لكل ربوع مصر مش للقاهرة بس أنا كنت بستاء زمان لما كان يقولك المشروع الفلاني موجود في القاهرة المشروع العلاني موجود في القاهرة تبقية السبعة وشرين محافظة بيعملوا إيه مدينة السادات ما هي عندنا من زمان وأكتوبر عندنا من زمان والمدينة المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة والمدن اللي كانت متأسسة من قام الرئيس السادات إلى آخره ولكن هذه المدن كانت مفرغة حتى من السكان ما كانش فيها ناس قد كده لأ النهاردة احنا بحاول نعمل سياسات التوطين إن احنا هنعمل مدن صناعية هنحط فيها الحياة هنحط فيها الحضارة هنلاقي الناس تنزح هناك وحنلاقي أن مصر كلها بتشتغل خليت نحلة بتشتغل في كل المدن في كل ربع مصر فأعتقد أن هذا تسويق للمنتج المصري وللمكان المصري وللجغرافيا المصرية بشكل أولي رقم اتنين حضرتك ما تنساش أنك عندك قرة في مصر هي برندة عالمي في قرية في محافظة الغربية اسمها قرية شبرة باللولة دي بتنتج تلت الإنتاج العالمي من اليسمين حضرتك تسمع عنها أو المشاهد الكريم يسمع عنها أنا عارف أن احنا كنا زمان عندنا مزارع ومصنع لإنتاج عجائن اليسمين وكان عامل ده هقولك لأ أنا بتحدث كان الحج محمد البلدي والد رحمة الله عليه مصطفى البلدي أنا بتحدث على النباتات العطرية المصري بتشتهر بيها كأحد أدوات التصدير القوى النعمة نحن كنا زمان مواد في ده كنا بنصدر لأوروبا فرنسا والاتحاد السوفيتي فالنهاردة لما احنا بنتحدث على تسويق المنتج بشكل آدمي وبشكل مميز يجعلنا جميعا نفتخر أن هذا المنتج صنع في مصر نفتخر بهذا الأمر أعتقد أن في الفترة القادمة نظر الدولة متجه لتنمية القرية المصرية اللي هي جواها كل هذا الكم من الفخر اللي ممكن نفتخر به هذه الصناعات اللي موجودة في القرى هنجمعها وننشطها ونحاول بقى نعمل النموذج اللي احنا بنتكلم عليه إيه هو النموذج زي ما قلت لحضرتك مدينة الأساس فضميات على سبيل المثال أو المدينة الصناعية هتلاقي مدينة متكاملة المنتج المنتج البروديوسر اللي جوا مش محتاج يطلع بره لأن كل حاجة موجودة جوا المدينة كل حاجة يحتاجها جوا المدينة وكمان يخلص مدينة على المينة الله ينور لا ده كمان هيتوفر له تسهيلات احنا بنسميها كده في علم جديد اسمه علم سلسلة الإمداد والتوريد ديليفرينج التسليم هو النهاردة ليه بنعمل القطار المكارب ولينه النهاردة بنوسع فيه طرق بالزبط هي سلسلة الإمداد وبنوسع في الطرق والنهاردة بنعمل حيز عمراني في كل مكان وبنربط المواني بعضها مواني بحرية ومواني جوية ومواني برية وكل ده علشان الديليفرينج بتاع المنتج وده في النهاية بيقلل علي التكلفة طبعا اللي حضرتك بتقول هو ليه احنا زمان كنا بنشوف المنتجات رديئة التغليف لأن المنتج عايز يوفر بص مش بس المنتج سياسة الدولة اختلفت يعني أنا النهاردة كنت قاعدة عمال بتفرج على تيك توك الشهير بقنا بس أنه بتابع حاجات معينة يعني فكان من ضمنها فيديو عامله واحد رجل خواجئ حلو ولا هو مصري ولا من عندنا فالعنوان الفيديو The most underrated destination in the world المكان الأقل تقديرا على مستوى العالم مكتب كده North Coast Egypt ساهل وبيقول إنه إزاي المكان ده العالم مش ملتفت لي إزاي المكان ده ما هواش مقصد سياح هنا بقى برجع الأستاذ الرضا على مسألة إعادة التفكير أو بالأصحة تصويب التفكير وتصويب السياسات بقنا بنشتغل بشكل مختلف ما هو الساحل ده موجود في مصر من يوم غا خلقة المشاكل سبحان الله ما هو اتساب لسنين طويلة قرى ومش عارف إيه وشوية هنتريش كده وبعدين هب هب لأ ده احنا لازم نعمل مدينة عالمية في الساحل طريقة التفكير اتغيرت إلى أي مدى أسوة زرور مش أنا أقول لحضرتك في البداية احنا أفكارنا كلها خارج السندوق وأفكار جديدة جدا وفكر بص حضرتك هي الإرادة والرؤية والجراءة ودي بتتوفر فكار السياسي الحمد لله لو مسكنا مثلا طريق السويس كنت تشوف المتر بيتباع بكان بجنين ده لو بيتباع بجنين من حاجة من أبوبلاش مش عاجه كمان آه وحاجة من أبوبلاش النهاردة تعالى ما تشوف بقى العاصمة الإدارية تمويل ذاتي هي اللي بيتمول نفسها طبعا اشتغل بفكر المستثمر وبفكر المطور العقاري آه عمل ايه النهاردة احنا بيتخش خزينة الدولة من العاصمة الإدارية انت بتكسب الجلالة عشان خاطر انت راجل بتفكر بفكر الاستثمار والقطاع الخاص والمستثمر اللي بيدير أمواله بما يرضي الله بما يرضي الله مش تيجي تابديني مثلا متر بجنيه وتخلي شوية مرافق وتيجي تبيع الملايين فإذا أنا النهاردة حضرتك دي ثقافة جديدة جدا في كل القطاعات بقى في التطوير العقاري والتطوير الصناعي والطرق والكبالي انت حضرتك النهاردة ما هالبنية التحتية اللي اتعاملت دي ايه ما هبتختم الصناع طبعا انه النهاردة مصنع في صحراء بدون طريق ولا ليس له قيم انت لو عامل محصول طماطم او محصول حاجة وما فيش طريقة ما هيتلف وبزوت بالسلام علي زي ما كان بيكلم دكتور محمد انه أنا بعمل عشان اكمل بتاعتي ان يكون في عندي وسائل نقل محترمة تسهل وترخص التكليفة بتاعت تعمل منظومة تخدم على بعضها وتنزل بالسعر وتنفس العالم انت مش هتقدر النهاردة تعمل فيها وتقول اني هنزل السعر السعر مثلا خمسين ما انفعش اولا من نظم التجارة العالمية هتحكمك هتحاكم معك وسانيا مش هتقدر تستمر تخسر انت مش هتطرح سعر حضرتك في أقل من التكلفة ده بيسموه الاغراك ان انا اطرح سعري في السوق أقل من التكلفة الاساسية ده اغراك وعقب عليه ما عرف ما قدرش سيطر على السوق بنسبة معينة يسموه احتكار فانا باشتغل تبقى لاليات الارض والطلب طب الاليات الارض والطلب ده بعمل ايه بفكر خارج السندوق صح وخفض من هامش الربح وتفوق وفوز وانجح واصدر نورتونا وشرفتونا وقفتونا وبسطتوا علينا المعلومات انا اشكركم جدا 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 مسيزردة دكتور محمد حقيقي انا سعيد بحضراتكم النهاردة ويمكن جاي على بالي فكرة عشان رحل بتتكلم فانا قلت حد في نص كده الجلالة فطرقت قدامي سيدي المشاهد سيدي المشاهدة صورة الجلالة انا معرفش مين فحضراتكم سفر اليونان واللي ما سفرش اسهل حاجة في الدنيا تبصوا على الانترنت هتلاقي ايه بقى سانتوريني وميكانوس وتلاقي الفلات اللي بص على البحر من فوق وفيها مش عارف حمامات سباحة تطل بيسموها انفينيتي جو كده من الاخر كده روح يشتري في الجلالة ما تروحش تشتري في اليونان روح صايف في الجلالة ما تروحش اليونان والله احلى دي معمولة حلوة حلاوة كويس ولنا في ذلك حديث وقد يكون لنا تقرير ويمكن نروح نعمل حلقة من هناك كمان يلا ان شاء الله محد حاوش خلطت الحلقة لو كان لنا العمر نتقابل بكرة ان شاء الله في برنامجكم ها اكتب التاسعة سلامات اشتركوا في القناة